بسبب ارتفاع الضغط أدخل نادر الغزال إلى المستشفى ضغط سياسي تسبب بارتفاع ضغط الدم وصحيح أن الرئيس سعد الحريري طلب منه في السعودية الاستقالة من رئاسة المجلس البلدي أنا أعتقد الرئيس الحريري يعتبر مرجع للطائف السنية كما أنه مرجع على مستوى لبنان وجدت في مصلحة في ذلك أنا ما عندي شك طبعا أن الرئيس الحريري يحب مصلحة المدينة ولكن يبدو أنه من نقل له الصورة عن المدينة قد يكون لم تنقل بالدقة المطلوبة وماذا قررت؟ يعني الأيام القادمة بتحدد تماما شك قراري اتصالات السياسيين به لم تكن من أجل ثنيها عن الاستقالة بل من أجل أن يتريث في إعلانها فهي منادر الغزال أن الغطاء السياسي رفع عنه بغض النظر إذا كان تمت الاستقالة أم لم تتم خمس سنوات عجاف استطعت فيها أن يحارب الفساد وقبط كثير من الهدر هل هي صفقة بيع الغزال من أجل إنشاء مرآب التل؟ هل إنها صفقات الفساد ومافيات المشاريع في ثاني أغنى المدن اللبنانية؟ لا شك في تعطيل بالمجلس كان الآن لدينا مليارات من الليرات موجودة بالبلدية لحتى تصير مشاريع قد يكون من ضمن الأسباب أنه صمدنا المصريات حتى نحن نصرفهم المجتمع المدني تحرك معلنا رفضهم مصادرة المدينة ومرافقها من قبل من يصفونهم بشبيحة السياسيين هلأ ممنوع 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 هيدا المجلس البلدي يكمل بتكون تفرضوا إرادتكم البلد مش مستباحة مش مستباحة ترجعوا تتفقوا بالسياسة إنه لأ بتكون تشيلوا فلان وتشيلوا عالتان كل المجلس البلدي بيروح على بيته جايز تحركنا نقدر نوصل لشيء ويمكن لأ بس أنا الأوان لحتى نقول لأ بوجه كل السياسيين وهالبلد ينسمع الصوت الحر فيها الغير تابع لحدا قبل أن يخرج الغزال من المستشفى وقبل أن يحسم استقالاته رسميا سبقه التوافق السياسي باتجاه زميله في المجلس المعطل عامر الرافعي الرافعي قريب من المستقبل لا يعترض عليه الرئيس نجيب ميقاتي في حال توافق عليه المجلس البلدي وكذلك الوزير فيصل كرامي الذي يقول عنه إنه شخص جيد الرافعي لم ينفي التوافق على انتخابه ويتريث في الظهور إلى أن تأخذ المجريات القانونية مسارها بعد استقالة الغزال بين الضغط على المجتمع المدني والجرف السياسي يصادر مجددا قرار طرابلس وتبقى أسيرة